لقيادته معركة حاسمة ضد الإرهاب منحت المجلة السياسية الدولية الفرنسية القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر جائزة الشجاعة السياسية لعام 2020. المجلة السياسية الفرنسية العالمية تمنح جائزتها للقادة العظماء من جميع أنحاء العالم منذ عام 1978. كما تمنح جائزتها لصناع القرار من السياسيين والاقتصاديين والدبلوماسيين ولمن يقودون مشهداً دولياً أو وطنياً بشكل منتظم ومدروس ووفق أسس ومبادئ. مدير المجلة باتريك وجسمين صرح بأن المشير خليفة حفتر يقود بلاده في معركة حاسمة ضد الإرهاب وضد نظام الإخوان المسلمين المتمركزي في طرابلس والمدعوم عسكرياً من الرئيس التركي رشب طيب أردوغان. مضيفاً إلى أن القائد العام يقارع الإرهاب منذ أكثر من عام في المنطقة الغربية من ليبيا. تمييز منحته المجلة الفرنسية العريقة للقائد العام يعكس مدى نجازات القيادة العامة على الصعيد الدولي في قضيتها الهامة وهي مكافحة الإرهاب ودحره خارج حدود الوطن. كما يبرهن هذا التكريم الدولي على الرصانة والحنكة السياسية التي يكتسبها القائد العام المشير خليفة حفتر واستطاع بها تكوين علاقات ثنائية دولية واسعة.